تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكتر تنمو عن من حيث أشكال وأفكار المحتوى حلقتنا اليوم بعد فوز السيتي على يونايتد الانتصار اللي كان متوقع بالشكل المتوقع وما أعتقد فيه حدا تفاجأ من جماهير يونايتد باللي صار إلا المشجع المتفائل جدا المشجع الرومانسي اللي بحب فريقه كثير لدرجة خلته ينسى إنه من أول الموسم تقريبا باستثناء مباراة أو مبارتين الفريق ما كان عم بيلعب كرة كان ممكن يجيب نتائج بس بالتفاصيل في فرق كبير بينه وبين الفرق الكبرى في إنجلترا حلقة اليوم هنعملها بشكل مختلف هنحكي عن خمس دروس اتعلمناها من خلال لقاء اليوم وبدي منكم بعد ما تشوفوا هذه الدروس تحكونا ملاحظاتكم أشياء اتعلمتوها من لقاء اليوم بالتعليقات وأيضا تتركوا لايك على الفيديو وين ما كنتوا عم بتشوفوا بنبدأ بالدرس الأول ردة الفعل تاعة لعبين يونايتد وفريق يونايتد بعد هدف ست الأول بتتوريك كيف اللاعبين هدول شايفين حجمهم شايفين فريقهم شايفين قدرات هذه التشكيل اللي عندهم شايفين شو ممكن يحققوا في المباريات الكبيرة ردة فعل باردة جدا فيها نوع من الاستسلام وتسليم الكرة أكثر للسيتي والأمل كله يارب ما ناكلوا الجول الثاني ولو لديخي طوال الشوط الأول في غياب ردة الفعل كان ممكن يخلص 5-0 الشوط الأول هذا اللي بورينا كيف هذا الفريق صار مستسلم لعادة انه عادي ما أفوز عادة اني أتأخر بالنتيجة وأدبر حالي بآخر دقائق كل لقاء طبعا هذه عادة الآخر 10 دقائق ور منتدات اللي كانت عم بتصير آه حتزبط على ساوثامتن حتزبط على أطلنطن بس مع كل فريق كبير رح تلعب مش رح تزبط لأنه رح يمسك الكرة وحيعرف كيف ياخد منك فاولات وحيعرف كيف يخليك متوتر وخائف من المرتدات بشكل مختلف شخصية لعبين وأقوى شخصية مدرب وأقوى فبالتالي صعب تزبط معك دايما تستنى وتقول يا رب الفرج آخر الدقائق ردة الفعل بقصدها شي بيشبه العشر دقائق الأولى من الشوط الثاني يعني ينايت دي يمسك الكرة يقرب الكرة أكثر عمر مال سيتي يحسسهم أنه أنا بدي أجيب قول فيكم بدي أتعادل يا أخي بدي أحاول أما فكرة أنه خليها معكم وخلونا ندافع ومعرفش نطلع بالكرة والمعاناة اللي صارت وحالة الاستسلام اللي صار بوريك الصبر على اللي بصير الآن شو عم بيخلق بالفريق ذهنية ضعيفة حتزيد مهمة المدرب اللي جاي صعوب وصعوبة كل ما صبرت أكثر ممكن تفوز مباراة تعادل مباراة تفوز مباراة تعادل مباراة لكن في شي عم بيتحطم بوجدان هذا الفريق لازم يتوقف تحطيمه والدرس الثاني وهي نقطة تبدو بسيطة لكن هي كانت محور التفوق تاعة السيتي اليوم وهي ببساطة نقطة التحول من الهجوم للدفاع شو يعني من الهجوم للدفاع؟ يعني ببساطة السيتي طالع يهجم بتنقطع منه الكرة بيجي اليونادي بيطلع بالكرة دائما السيتي بيعمل ضغط عكسي سريع في كثافة عددية ممتازة بتشكل شكلتين اللعب اللي عليه الكرة ما يكون مرتاح بالتمرير وزوايا التمرير القريبة منه تكون مغلقة بشكل جيد يتأخروا لعبين يونايتد بالصعود أو بيفتكوا منهم الكرة حتى لعبين السيتي فبتبدأ الهجمة مرات يعني في حين بالجهة المقابلة كان لما يوناديد يطلع يحاول بتنقطع منه الكرة بتحس كلهم عم بيرجعوا وبخلوا اللعب السيتي يطلع براحته الزوايا التمرير كلها واضحة رؤيته واضحة بيقدر يطبق الاستراتيجيات المعطية هالمدرب لانه مش مستعجل بالتمرير كانوا عم بيعطوهم النفس على الكرة وهذا الشي كان فارغ كثير في لقاء اليوم يونايتد عم بيعاني عشان يطلع لعبت السيتي عم بيدافعه بنص الملعب مدافعين هم مرتاحين حارسهم مش موجود تقريبا طول الشرط الأول وبنفس الوقت في الحالة العكسية لعبت السيتي بدوروا الكرة زي ما بدهم بنوعوا بتشكيل وتحريك الكرة بشكل واضح ربما هاي الحالة بتزيدني ايمان بشي انا اصلا مؤمن فيه انه سلشاير مدرب صورة كبيرة مدرب صورة عامة مدرب نتيجة بس مش مدرب تفاصيل صغيرة مش مدرب بدخل بهذه الاشياء البسيطة وبصير يتخيل شو ممكن تأثر عليه على عبر التسعين دقيقة لا بهمه بالمجمل انا جبت النتيجة اللي بديها وهذا اللي خلا يطلع ببعض المباراة اطلنطا اللي هو كان لازم يخسرها فعليا ويقول لقد لعبنا باسلوبنا لانه جاب النتيجة هذا هو طبيعته بس الفرق الكبيرة في الزمن الحالي لكورت القدم اصبحت فرق تفاصيل صغيرة مثل هذه بتميزها عن الفرق الاقل منها جودة وهذا الشي اللي خلا امشلوتي يمدحته خيل مثلا قال انه مدرب شاب يهتم بالتفاصيل اكثر مني ومن اشكال وادلة الاهتمام بالصورة الكبيرة اللي حكيت عنها انه دائما كل ما يتورط بروح على اللاعبين اللي اصلا مهملهم يعني زي سانشو وفاندي بيك بروح بجربهم طب وانت ليش ما بتلعبهم عندك مشكلة معهم مش كويسين مش عارفة توظفهم تبتيجي ترميهم في المباراة الاصعب لما تكون خسران مش هتتوقع منهم ردة فعل ايجابية طبعا لانه مش كلش سحر في كورت القدم والروح على الدرس التالت المباريات الكبيرة ما بتنكسب يومها تنكسب بالبناء لها في المباريات اللي قبلها بالتخضير لالها شوف اليوم شكل الفريقين يونايتد و سيتي شوف الكرة هي بتدور مع لاعبين السيتي كيف انت وانت بتحضر وانحنا مش لعيبة كرة قدم فاهمين اوف شوف فنين عنده دي بروين عنده مثلا مين مكان التاني برناردو شوف في شكل طبيعي فيه انسيابية طبيعية للكرة وبتشوف فيه تنوع مرة بتلقاهم بغيروا تجاه اللعب من اليمين لليسار بكرة عالية ومرة بتلقاهم بحاول يضربوا الدفاع بكرات طويلة خلفه بس نفس الوقت بيضرهم يدوروا الكرة لما بدهم بالأرض ووصلوها للثلث الأخير والحركة اللي بتصير ما بين الظهير وما بين اللعب الوسط اللي قريب منه بتحس فيه شكل واضح مترابط شكل حلو لكرة القدم يعني لو بتلعب فيفا بتحس لو انت بتلعب فيهم شايف فيفا بتقول اه عمل هيك عمل هيك عمل هيك عمل هيك تصير مع كثير اللاعبين عندهم سانشو لما نزل كان عم بتطر يراوغ عشان يبلش يلعب وهذه مشكلة ثانية في حين ما منشوف لعيبة الستي مضطرين يراوغوا ولما يراوغوا براوغوا ضمن الاستراتيجية العامة اني اهاجم مساحة معينة عشان زملائي ياخدوا مساحة جديدة امرر لهم الكرة وهون بنحكي انه فكرة الصبر على سلشاير انا مع الصبر على المدربين وانا شخصيا العلم ضد فكرة انك تظلك تقيل مدربين كل نص موسم وهيك لا انا مع الصبر بس بعض الاحيان لما تصبر سنة وسنتين وثلاثة وتضطر كل بداية موسم تبدأ من السفر وتشوف شكل فريغك هيك ولشهر اثنين الجاي تيوصل شكله مع نفس المدرب مع مع معظم اللاعبين نفسهم بتقول شو اللي بصير شو ليش هذا فريغ مش قادر يتقدم للامام فيه فرق بين اللي صار مع مدربين اخرين الموسم اول ما نجحوا الثالي ما نجحوا بس كانوا عاب يعملوا شي بسموه التقدم وهذا اللي كان يخلي المشجعين يدافعوا عنهم مش لانهم والله مرة جابوا جول بالدقيقة الاخيرة من الموقت بدل يضايع كلاعبين قبل 22 سنة فتعالوا نغفر لهم اللي بصير هلأ فعدم وجود فلسفة بخلي كل شي اصعب على اللاعبين وجود فلسفة بخلي اللاعبين الستي مرتاحين عارفين شو لازم يعملوا فازوا او خسروا في واحد او ثلاثة او اربعة لازم نعملهم بنعملهم بنرتاح وهنا بصير طبيعي سواء انه فزنا او خسرنا بنعرف نتطور بعدها لانه فيه شي ثابت عم نلعب عليه اما الدرس الرابع فهو واضح للجميع ما في خطة في الدنيا بتحل مشاكلك الخطة ممكن تغطي عيوبك مباراة مبارتين يعني التحول لثلاثة امام توتنهام وفزت على توتنهام وتوتنهام فريق مسكين حزين هذه الايام قبل كونتي ففروح تفزت عليهم تمام مبروك مباراة ثانية ما اطلنتها وضحط لك انها الخطة ما بتحل مشاكل ومن الجنون يكون فيه مدرب محترف انا كمشجع كمتابع اوكي ممكن انخدع بهذه الجمل لكن انه المدرب المحترف يعرف انه مش بس هيك توزيع دور كل لعب في الحالات الاربعة في كرة القدم الاساسية توزيع تمركز كل لعب بالنسبة لزميله في كل لحظة من كرة القدم هي اساس اللعبة توزيع الادوار الرقابة ضمان انه اللعب يظل مركز عارف شو لازم يتصرف بكل المواقف اللي بتمر عليه هذه كلها وضائف مدرب هذه كلها وضائف المدرب بالاضافة طبعا لتحضير للخصم لمواجهته لأفكاره اللي بيطبقها لأدوار التقطيل بالدفاع مع الكرات العرضية وكل التفاصيل هذه هي الأهم بكرة القدم مش الشكل نفسه الشكل اه بيغطي لك مساحة مثلا المدافعين اللي اقل مستوى بتعطيهم ثلاث مدافعين اوكي احسن لهم اريح لهم مساحة ما عندكش محور وسط دفاعي كويس لعب ثلاث تمام تعرفش تصعد بالكرة بتحللك هذه المشكلة بشكل مؤقت بعد شوية الخصوم بيعرفوك سلو لعب على نقاط ضعفك كل قطة بالدنيا لها نقاط ايجابية ولها نقاط ضعف فباختصار عمره ما كان الشكل هو الحل المنظومة هي الحل الشكل ممكن يسلكك مباراة بس المنظومة هي اللي بتسلكك موسم كامل ونقصل للنقطة الاخيرة النقطة الخامس الدرس الخامس الجوارديو اللي عم بيخترع شي خطير الآن وتكلمت عنه بدردش انجليزية اعطقت الحلقة الاولى او التانية انه اذا قدر ينجح بدون فكرة المهاجم الثابت داخل منطقة الجزاء او المهاجم اللي امام اللاعبين والدوران هاد اللي بظل له كثير مرة بتشوف برناردو سلبا مرة بتشوف فودين مرة بتشوف جابرال جيسس مرة دي بروين حتى وبظلها الامور الدول يعني هو عم بيحاول يعني ياخذ الكرة القدم زي ما اخذها 2009 مع برشلونة لمستوى ثاني من التفكير والتحليل عند كل مدربين العالم عم بيحاول ياخذها ايضا لمستوى ثاني يلهم فيه الاخرين فيه الآن هذا المستوى هو انه المراكز هاي معد الها معنى بالكرة الحديثة لما اللاعبين اتطوروا وانشئوا من اكاديميات صغيرة فاهمين الاساسيات بكل شيء ربما اصبحوا جاهزين الآن الجيل الجديد يلعبوا كرة لا مركزية تماما كرة ببساطة انه مش مهم المركز المهم دور كل لاعب انتشار كل لاعب بالنسبة لزميره التغطيات والمساحات المطلوبة غطوها اللاعبين هذه هي كرة القدم مش مهم يكون في مهاجم حدافه حاسم بسه داخل منطقة الجزاء لا التحرك الاجمالي المنظومة الاجمالية الهجومية ربما هي اهم بالنسبة لاغوارديولا الآن من فكرة لاعب واحد وكأنه بقول الادوار والتمركز والانتشار هو كرة القدم والمراكز اللي كنا نحكي عنها هذه كانت شكليات لازم نبلش نغيرها هذا الكلام ممكن يتحقق بس لازم عشان الناس تؤمن فيه تيجي النتائج اليوم فاز بس ممكن اذا ما جاء بالدوري مثلا الناس ما تنتبه للشيء اللي حققه فما ياخد تأثيره جزء كبير من تأثيره مع برشلونة على الفكرة العامة لكثير المدرمين كنت قدم كان طبعا الانجاز بالسداسية وصلوا لنهاية هذه الحلقة بذكركم تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا معاي انا محمد عواد في فيسبوك و تويتر و انستغرام والسلام عليكم و رحمة الله